هو الحقيقة خبر مفرح جداً إذا احتلت المملكة العربية السعودية مركزاً مهم على قائمة البلدان العشرة الأفضل في تحسين مناخ الأعمال في العام طبعاً لهذا العام وطبعاً هذا يأتي وفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي للمرصة تنشط الأعمال لعام 2020 والحقيقة نحن خلال السنة الماضية في تقدم رائع جداً فيما يتعلق بمناخ الأعمال أو جذب الاستثمارات لأن الحقيقة بدأ في شيء ما يسمى بتضييق الزوايا على الجهات التي كانت متصلبة أو أنها عندها مشاكل أو عندها بروقراطية اليوم أيضاً أخذنا المركز الـ 62 في مؤشر سهولة موارسة الأعمال أيضاً عندنا تقدم في المناخ للرواد الأعمال أيضاً تحتل المملكة المرتبة التاسع عشر في مجال تسجيل الملكية أيضاً نماخذ المركز الثامن والعشرين هذا على العالم كله في إصدار تراخيص البناء طبعاً هذا كله يعني خلى العالم ينظرنا بطريقة مختلفة ولا أدل من ذلك ردت فعل الناس لما يقابلون الوفد السعودي في دافوس اللي هو وفد عالي المستوى في يمكن ثلاثة أو أربعة وزراء ومتحدثين آخرين صارت اليوم فيه رغبة للاستثمار هنا أكثر من قبل مؤشرات أدائنا متقدمة شكراً من الأعماق للملك سلمان ولمير محمد بن سلمان أصحاب الرؤية اللي إن شاء الله نقطف نتائجها على المستوى الحالي وعلى المستوى البعيد عشان الأجيال هذا خبر زين